اكدت وكالة الزراعة وثروة البحرية في وزارة شؤون البلدية وزراعة تكثيف الحملات التفتيشية للسواحل والأسواق العامة بالشراكة مع الجهات المعنية خلال العام الجاري من أجل ضبط المخالفين لقوانين الصيد البحري ضمن الجهود الساعية للحفاظ على الثروة البحرية في مملكة البحرين حفاظا على الثروة البحرية وتأكيدا على الحرص الدائم الذي توليه حكومة مملكة البحرين لحماية هذه الثروة تأتي الحملات التفتيشية للسواحل والأسواق العامة بالشراكة مع الجهات المعنية مؤكدة على ضرورة حماية هذه الثروة البحرية التي تنعم بها مملكة البحرين وأرخبيلها مملكة البحرين أوجدت إطارا قانونيا وضع حدودا لعمليات الصيد البحري فمنذ عام 2018 تم إصدار مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم حركة الصيد وحماية الثروة البحرية من الممارسات الخاطئة للصيد أفرزها الوقف الفوري للصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية الكراف في المياه الإقليمية وهو القرار الذي ساهم في استشفاء البيئة البحرية والحفاظ على موائل الكائنات البحرية وإعادة الحيوية لها أيضا اتخذت البحرين خطوات مهمة في عملية تعزيز تكاثر الأسماك والقشريات في مواسم تكاثرها فمنعت صيد الربيان وصرطان البحر في مدة التكاثر على سبيل المثال للحاصر علاوة على تحديد حجم الأسماك التي يمكن استيادها مثل الهامور والكنعد لألا يتم استياد صغار الأسماك وعرضها في الأسواق مما يؤثر على عملية التكاثر المستقبلية ويخل بالنظم البيئية البحرية إدارة المرافئ والصيد البحري بوزارة شؤون الباديات والزراعة دشنت خدمة صياد وهي خدمة يستطيع البحارة والمواطنين التواصل معها في حال الحاجة للإبلاغ عن المخالفات تعزيزا للشراكة المجتمعية في هذا الملف المهم للنهوض بقطاع الثروة السماكية